سطح الأرض الذين إذا لم تصلهم لله الربانية لا يبقى له أن يهتدوا فقالوا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ثم يكون طبقها في الأعماق وكحقيقي لم يكتشفوا العلماء إلا في العقود المتأخرة من قام العشرين مما يشهد القناة الكريم بأنه لا يمكنه أن يكون صلاحة بشرية لدى وكرمه بها الخارج قضية الظلمة والنور هل يمكن للعقل البشري ملتير بالنسبة لماء النار الحكمة ربما التي نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن يختزن الماء الذي يحتاجه البشر في البحر ثم يعود في التبخر لينزل على هيئة ماطر هل هناك من اكتشف حكم أضيء؟ وطبعا القرآن يقول لنا فيئة كثيرة أن الله أنزل ماء سماء ماء مباركا وأنزل ماء سماء ماء طهورا وقلنا أن ماء الأرض لو لم يتحرك في هذه الدورة لا فسد وأسنى وتعفن في وطر زمنية قصيرة فربنا تبارك وتعالى يريد أن يحرك هذا الماء حتى يطهر وحتى يزكو وحتى يطرق ما تعلق به من أردان وأوساخ وملوفات فيعود ماء طهور وماء مبارك لو لا هذه الحركات يعني ما استقامت الحياة على الأرض الدورة هذه طبعا تلعب أدوار كفيرة كما عشرنا منذ لحظات أنها تعمل على تفتيت الصخور على تكوين التربة على شكل الفياج والسبل على تسوية سطح الأرض على تكوين السهول والهضاب على تركيز بعض الخامات المعدنية فدورة دي لها فوائد كثيرة جدا بالإضافة إلى تطيير الماء وبالوأسفة يعني أن نشكل من جزء يسير جدا 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 أرض حتى يبقى الإنسان محتاجا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل هيد مثلا صلاة الاستسقاء بأتبار النمح الوادي يعني أحيانا أن المالات في الشديد يعني يصرح بها البعض والذي من الله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا بطاعة سنة صلاة الاستسقاء سنة عظيمة تؤكد على هذه الخرآن الكريم وأكدتها السنة النبوية المظهرة في مقامات كثيرة جدا أن الماء هذا سر الحياة وأصلها عباده وعلى خلقه وأن هذا الماء من الرزق والرزق يعني لا يطلب بمعصير لأنه يطلب طاح ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل هذا الماء حقا لهم بأي طريقة طبعا ولذلك أقول أصبح ماءكم غورا غورا نعم من يأتيكم بماء معنا لا يقول يعني مجاجا نعم لا غورا يعني تتكلم عن مياه الجوفي نعم قصد حق كل المياه كل الماء مياه نعم أولى أن الله تعالى جعل للغلاف الغازي للأرض تركيبا خاصا ما نسل هذا بهذه النقاء هذا النقاء نعم والحقيقة دورة الماء يعني دورة يعني معجزة حقيقة يعني كيف تشهد لله سبحانه وتعالى بصنعه نعم تشهد للغبار والجسائمات الصلبة المختلفة وأن نعمل الرياضي إلى منطقة علية فتتبرد وانتكت فردين مو حتى تصل إلى حجم قطرة الماء إلى ما يتغلب على قدرة فتشدها لكن هذا محاول التفسير نحكي لنا بالضبط يعني كيف ينزل الماء وكيف يعد توزيعه من فترة إلى فترة نعم نهي قطرات أيضا ونفس القطرة في ذاتها إعجاز نعم وإلا كان يمكن أن تنزل تنزل البرد طبعا بكتل كبيرة وانطار نعم الدكتور قبل أن ننتقل يعني إلى قضية يعني نتكلم عن البحر المسجور نعم نتكلم عن البحار نعم ومن طلاقة القدرة الإلهية أن تنتقل أضبط الماء والنيران على قيعان كل محفظة الأرض وهي قضية ما كان العقل البشري يمكن أن تنخيلها بجرة تخيل يعني العقل البشري لا يستوهم كيف تلتق الأضباط دونيال أن يلغي أحدها الآخر نعم الماء يطفئ النيران والنيران توخر الماء كيف يمكن لهذا التوازن أن يتم نعم القرآن يقول في مطلع سلطة الطور والبحر المسجور نعم العقل العربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهما كان ممكن له أن يتخيل كيف يكون يكون البحر مسجورا نعم أو قاع البحر مسجورا فأحالوا هذه الآية الكريمة إلى الآخرة نعم وقالوا أن سلطة التكوير فيها إشارة إلى قول ربنا طبرة تعالى وإذا البحار سجرة نعم ولكن الآيات في مطلع سلطة التكوير كلها في الآخرة وكلها في المستقبل نعم القسم في مطلع سلطة الطور كله بأمور قائمة في حياتنا الطور جبل قائمة في جزيرة سيناء نعم كتاب مصطور القرآن الكريم في رق منشور صحائف الأولى البيت المعمور في السماء السابعة البحر المصطور السقل المرفوع في سماء الدنيا كل هذه الأمور قائمة في حياتنا فلا بد أن يكون البحر المصطور أمرا قائما في حياتنا نعم ونحن نعلم من استقرائنا لكتاب الله أن الآية القرآنية حينما تلد في سياق القسم هذا من قبل تنبيهنا إلى همية الأمر الذي جاء به القسم لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده فيريد ربنا تبارك تعالى أن ينبه الإنسان إلى ظاهر من الظواهر التي تشهد له بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية وبطلاقة القدرة وبأبدئ الصنع وبإحكام الخلق فيقول والبحر المسجور نزل علماء بعد الحرب العالمية في حيطات بحثا عن بعض الثرات المعدنية التي بدأت احتياطياتها في التناقص على سطح اليوم في ظل الحضارة المدنية المسرفة المادية المسرفة التي نعيشها فلأن البحر طبعا موجود البحر تلقي على الشاطئ باقرات الحديث من معادن مختلفة فقالوا لابد أبقى بفرات معدنية فحينما نزل وجه أمر عجيب جدا أن مخيان البحار إلى أي عمق نزل إلى عمق أربع كلمترات نعم نعم طبعا أربع كلمترات نعم يلقع نفسه يلقع نفسه نعم وجدوا أن كل محيطات الأرض قيعانها متصدعة بخصوف أرضية عميقة وأن هذه الخصوف تتراوح عماخها بين 65 كم و 150 كم وأن هذه الخصوف تقطع الغلاف الصخري الأرض بالكامل وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي الذي توجد فيه صخور في حالة الذي ناشبها من صاهرة عالية الكفافة عالية للزوجة في درجات حرارة تتعدى الألف درجة ماوية فتجد هذه الصهارة طريق سهل لها أن تندفع انخلالها بملايين الأطنان في كل لحظة فتكون سلاسة جبلية على قاع المحيط حول هذا الخصف هذه سلاسة جبلية ميزة حقيقية لكل المحيطات الحالية مما أكد للعلماء أن كل المحيطات بدأت بخصوف أرضية عميقة يتندفع منها الصهارة بملايين الأطنان تتوسع هذه الخصوف حتى تحاولها إلى بحر طولي كالبحر الأحمر وتظل يندفع قاع المحيط يمنثا واسرة أو قاع البحر الطولي هذا يمنثا واسرة حتى يتحول إلى محيط ونتيجة لها الحقيقة فكل محيطات الأرض وأعداد من بحارها بما في ذلك المحيط المجمل الشمالي والجنوبي قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران وهذا مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلقة القدرة ويشهد لهذه الآية الكريمة منها لا يمكن أن تكون من صراعة مشارية بل هي كلام الله الخالق فأقسم بالبحر المسجور ومن أكثر ضواهر الأرض إبهارا للعناء في هذا اليوم وقال عزم القائل والبحر المسجور بارك الله فيك شكرا لفضيلاتك وأسألوا سبحانه وتعالى أن يفع بكم بعلم آمين أن يبارك فيكم وفي عمركم في نهاية حديثي لا يسعونها إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار شكرا لفضيلته وشكرا لكم إخوتي المشاهدين وإلى حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكتاب المستبين ترجمة نانسي قنقر